مساء الخير روما من فوق غير لبنان من تحت والمشهد المنسجم بين اللبنانيين في الفاتيكان على تنصيب الراعي كاردنالا لا يعود ريعه في السياسة المحلية حيث القسمة لها نصيب توحد لبنان بالطليينة واحتفى مع الكاردنال وارتقى إلى الأسقفية بالتعايش والإنسانية أعطى الحضور للفاتيكاني نموذجا عن بلد يلتف حول مرجعية الدينية وفي روما كان العنيون والقوات والكتائب والمستقبل وحركة أمل والمردى والاشتراكي وحزب الله الطرف الذي دعي باباويا إلى حاضرة الدنيا وشارك المؤمنين في قداستهم وكان سيدا في السلام كسيادته على السلاح في وجه إسرائيل مشهد يفتح القلب اللبناني لتعود شريينه إلى الانسداد لأتفه الأسباب المحلية ويتفرق العشاق سورة روما لا تترجم على أرض بيروت واللبنانيون لا يبدو أنهم سمعوا كلمة البابا الذي دعاهم إلى التحلق حول الحوار وشد على يدي رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ومسعاه إلى جمع الأفريقاء وفيما كان التنصيب في الفاتيكان جرى التخصيب في لبنان واستكمل علي لارجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني زيارته لبيروت حيث التقى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصلى وزار ضريح الشهيد عماد مغني قبل أن ينتقل إلى أنقرة ويحيي ليلة من ليالي عشراء مع الأتراك ذارفا الدموع على الإمام الحسين لكون إيران بعد غزة لن تبكي إلا على الأئمة وامتنانا للدور الإيراني في غزة أعلن محمود الزهار أن إيران سلحتنا ودعمتنا ماديا ومن لديه أي اعتراض من العرب فليسلحنا سلاح إيران إلى غزة هو في العرف الدولي شرعي ودفاعي ما دام السلاح الأمريكي لإسرائيل يتدفق عبر مليارات من الكونغرس وغوصات وسفن حربية تحرس الشواطئ وفي هذه المرة انتصر السلاح الإيراني على الأمريكي فهل لا تجرؤ دول عربية أخرى على التزود بالسلاح الإيراني؟ الأردن انسحب من هذا التحدي وتحفظ عن عرض إيراني أكثر من مغرن ليس في السلاح وإنما في النفط حيث قدمت له طهران نفطا مجانيا على مدى ثلاثين سنة في مقابل تبادل تجاري وسياحة دينية غير أن عمان انكفأت عن هذا العرض حتى لا تواجه إدانة من دول مجاورة ولو تمت الموافقة لا كان النفط الإيراني غلب أموال نفط الخليج كما غلب الصاروخ الإيراني مبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز التي طرحت في بيروت عام الفين واثنين ترجمة نانسي قنقر